يا دكتور فهمني ازاي اشخص الام الكتف انا عاوز افهم ازاي اشخص بقى المشكلة دي لان انت انت بعمل تقولي الموضوع ده عزمة اخرم وتحتها جراب والجراب ده تحته اوطار والاوطار دي اسمها الكفة المدورة وتحت مفصل الكتف وفيه عظم ايه يا دكتور بالروحة واحدة واحدة هقولك واحدة واحدة هشرحها لك وهفهمها لك وحفظها لك كمان سهلة بسهولة الروتيتور قف لما يحصل فيها تمزق ركزوا معايا الكفة المدورة او الروتيتور قف لما يحصل فيها تمزق في الحالة دي يحدس الم عند رفع الكتف اكتر من ستين درجة ارفع كتفك اكتر من ستين درجة ايه يبقى تشك ان في تمزق في الكفة المدورة الكلام ده ياولاد انا جامعه لكم من الخبرة من الواقع من الموجود من الطب يعني يا دكتور لما فهمك الكلام ده واقولك ان في حالة تمزق او في حالة الم وفي حالة التهابات الروتاتور كاف يحدث ألم عندما يرفع كتف أكثر من ستين درجة ماهوش ديستور ماهوش قرآن لكن ده اللي بيحصل في الغالب التهاب في وضع العضلة ذات الرصين اللي اسمها باي سيبس تيندنايتس باي سيبس تيندنايتس يعني العضلة ذات الرصين الباي سيبس ما قلنا فيه باي وفيه تراي عضلة ثلاثية رؤوس وفي عضلة ذات الرصين أما يحدث فيها التهاب يا ولاد ألم يزداد ليلا ويكون في أمام الكتف أمام الكتف من قدام خشونة في مفصل الكتف شولدر أوسي أرثريتس يحدث ألم موضعي في الجزء الخالفي من الكتف غالبا بتشاور على ورا ويوجد صوت وتقطأ واحتكاك عند الحركة والمضاء الحركي يقل يبقى كل ده هك في خشونة في مفصل الكتف يبقى يسموه شولدر أوسي أرثريتس لكن لو كانت الخشونة في الأكروميو كلافيكرا جوينت أو ما يسمى بالمفصل الأخرومي التركوي ما احنا قلنا أن الأخروم ده هو الأكروميون يعني مرتقي بالكلافيكل وبينهم إيه التقاء فأحيانا ما يحدث في الحتة دي خشونة ويسمى أكروميو كلافيكرا جوينت أوسي أرسليتس وفي البداية بتقتصر الأعراض في الخشونة على ألم في جوانب ومقدمة الكتف في الجانب ومن قدام ثم يزداد عنده تقريب الزراع تجاه الصدر قول لها يا ستي خذي زراعك لانتجاه الصدر كأخذه بأداية تقول أي واسمع كده صوت خشولة أعرف ساعدت أن يفي خشونة في المفصل الأخرومي التركوي أو ما يسمى بلاكروميو كلافيكرا جوينت أوسي أرسليتس لو فيه تيبس لمفصل الكتف الكتف المتجمدة للتهاب محفظة الكتف اللي بنسميه فروزين شاردر ده ألم بيحدث ويبقى فيه ألم ومحدودية كمان في حركة المفصل نتيجة لتعرف الكتف لإصابات أو تمزق أوطار الكفة المدورة أو عند الناس اللي عندهم سكر زي ما أنا قلت لكم في حاجة اسمها روتيتور كاف انفليميشن تمزق والتهاب الكفة المدورة حالة بتحدث فيها ألم عند رفع الزراع وألم عند النمع المفصل السيت تخش عليك تقولك وأنا نيمة على الكتف كده هو بيقلمني يا دكتور وأنا بمشط شعري وامسك المشط وأنا بحك بهرش في ظهري يا دكتور بيوجعني أشك في أني فيه مشكلة في الروتيتور كاف إنها انفليم في البداية يا ولاد قلت لكم مئة مرة تناظر الحالة وتفحص أبوس رجلك وفحصوا المرضى حتى لو أنت بروفوسور عالمي لازم تلمس المريض وتقول كنت هتطلب أشياء عشان تبقى فاهم سواء عادية X-ray على الشولدر AP أو رانيم مغناطيسي MR-A على الشولدر بعد إذن ساعدتك يا سيدي ألمس المريض وحسه عشان بلمسك للمريض التالباشن أنتوا علمتونا كده دي الباستوي أن أنت تكتشف أبسط حاجات ما إحنا قلنا هو فيه كذا حاجة فيه كذا مشكلة وكل مشكلة لها تشخيص فأنت ممكن بدل ما تكلف المريض وتدخله في ضيلمة طويلة تشخصه وتساعده